هلونا نبدأ فقرتنا الأولى فقرة حقق صد فقرة حقق صد النهاردة هتكلم عن التحكيم لأنه فيه تطورات كتير جدا بس الأول حضراتكم شايفين أن فيه بعض الناس بتحاول أنها تهد في التحكيم المصري وده للأسف لأغراض شخصية وجهة نظري هي أغراض شخصية لأنه ملوش دور فعايز يهد المعبد على اللي فيه زي أحد المسؤولين السابقين في لجنة الحكام بيطلع علينا كل شوية بتصريحات تصريحات غريبة الحقيقة من وجهة نظري وكأنه هو المنقذ للتحكيم المصري يا كابتن لازم تراجع نفسك وحضرتك عايز عصر الاحتواء وعصر روح البروتوكول على ما أتذكر وروح الفار لو على ما أتذكر عايزين الحاجات دي ترجع تاني والله العظيم تلاتة أنا ما بتكلم على نادي بعينه أنا بتكلم بشكل عام هو اللي حضراتكم شايفينه في التحكيم أنا عندي مشكلة كبيرة جدا إنه كل الناس بتتكلم عن ضعف مستوى الحكام واختراعات كان بيتم اختراحها خلال الفترة السابقة ووقت الفترة السابقة دي قبل كلاتن برج طبعا كنت بتلاقي مصطلحات بتطلع غريبة جدا ومن شخص واحد معروف ودائما ما يبرر الأخطاء بدل ما يطور في التحكيم ساعتها كان بيبرر في الأخطاء هل ده معناه إن التحكيم دلوقتي كويس؟ لا طبعا أنا عندي مشاكل مع التحكيم حتى الآن ولكن أنا بتكلم على الفترة ما قبلك لاتن برج كان فيه بدل الناس ما اتطور في التحكيم كانت دائما تطلع تقول لك إيه أه أصله دائما التبرير موجود دائما التبرير موجود ويطلع لك أنا مش هشتغل في حد يعني يطلع ويقول لك أنا مش هشتغل في لجمة حكام تاني احنا مش عايزينك تشتغل في لجمة حكام تاني بالمناسبة حضرتك أحد أبرز الأسباب اللي بنعاني منه دلوقتي لأنه حضرتك كنت مقضيها مجملات وروح بروتوكول واحتواء جايد دلوقتي حضرتك تقول لك التحكيم ما بتطورش طيب ولما كنت حضرتك موجود ما طورتوش ليه في عهد حضرتك كانت المجملات عاملة ازاي والتعينات الحكام عاملة ازاي حكام معينين يعني ما بيحكموش لفرق معينة عشان عندهم يعني حالة كده أو مش عارف لأن الناس دي ما بتخافش أو الحكام دول ما كانوش بيخافوا من ألوان وإنت كان يهمك أهم حاجة رضا الناس أنا بتكلم على ناس معينة طبعا مش أي ناس في النهاية أنت بتقول حتعتزل عمل التحكيم ألف ألف مبروك أتمنى أن احنا نسكت شوية جماعة في الوقت ده إحنا عندنا مشاكل كبيرة جدا في التحكيم مش كل شوية لقى حد من السابقين يطلع يتكلم على التحكيم ويقول كذا وكذا وكذا قول وجهة نظرك ولكن قول وجهة نظرك في الطريقة الإيجابية نحنا إزاي نطور التحكيم ساعتها هسمعلك وأقول كلامك أنا نفسي هقول كلامك ولكن ما تهدش ابعدوا عن التحكيم شوية لأن احنا أو اتكلموا عن تطوير كيفية تطوير التحكيم مش تقعد تقول لك أصل اللي بيحصل ده مش عارف إيه طب ما اللي بيحصل ده غلط طب ما حضرتك قول لنا الصح إيه قول لنا إيه الصح قول لنا إيه وجهة نظرك في تطوير التحكيم خلال الفترة اللي جاي طيب وحضرتك عايز إثبات على كلام اللي أنا قلته ده هقول لك خمس حكام كانوا أيام حضرتك مسيطرين على مباراة الدوري في كل الموسم تقريبا الموسم اللي فات موسم اللي فات ذكر في الموسم اللي فاتت يعني لكن النهاردة هما سقطوا مرتين في الاختبارات البدنية مش قادرين يجروا كيف ستكون حكم وكيف ستتخذ القرارات المناسبة وانت مش قادر تجري أول مرة اعتذر وقالوا ما كناش نعرف تاني مرة سقته وتالت مرة سقته لكن الفرق من ساعتها لدلوقتي وهنا أنا بحيي بريرة ليه؟ لأنه بريرة قرر مباشرة حرمانهم من التحكيم في المباريات في الدوري في الدوري الممتاز لحين إعادة الاختبار ونجحهم فيه مش حاول أساميهم الناس كلها عارفاهم لأنه هما كانوا بيسقطوا أيامها وبيلعبوا مطشط في الدوري أيامها قبل كلاتنبرج لكن السنة دي قرار مباشر لو بريرة ما عملش حاجة لغاية دلوقتي غير أنه أخذ القرار ده أنا سعيد به مش عشان الحكام دي ولكن عشان حكام سقطت بدنياً والبدن يا جماعة للعيب الكورة وللحكم هو الأساس في كل حاجة وأنت عمرك شفت لعيب الكورة مش قادر يجري وبيعمل حاجة في الملعب أبداً عمرك شفت حكم ما هو أنت هتاخد قرارتك الصحيحة والمناسبة إزاي وتبقى ريب من الكورة إلا أنت واقف على رجلك بدنياً وبالمناسبة بعض من هؤلاء الحكام كان كلاتنبرج أو حكم واحد منهم كان كلاتنبرج قرر إيقافه لحد ما حدمت تحاد كرة القدم تدخل في ساعتها ويعينه في مباراة وكانت هذه هي بداية الأزمة اللي بسببها مشي كلاتنبرج لو فاكري يعني الأيام بتثبت دائماً صحيحة نظر كلاتنبرج أنا شخصياً من المؤيدين جداً أو كنت من المؤيدين جداً لكلاتنبرج لأنه كان رجل صارم رجل عنده فكرة وماشي بيها مش مجرد أي كلام وخلاص أنا عندي أربعة خمسة حوالي هم اللي بيعملوا هم اللي بيخلوا لا طيب طب هل حضرتك فاكر على أيامك كان إيه اللي بيحصل في موضوع الاختبارات أقول حقول الحكم كان يسقط في البدني تروح أمل له أعادة اختبار في السر كده يعني ساعة خمسة ونص الفجر ومحدش يعرف فيش غيرك بس انت اللي تبقى عارف انت والحكم وفجأة تلاقيهم نجحه وبيحكوم فطبعاً طبعاً المباراة كان بتبوز مليون في المية حكم مش قادر يعني مفروض يجري مش قادر يجري موصقت في الاختبار وعملت له اختبار لطيف الساعة خمسة الصبح فأنا من هنا حوجه التحية لبريرة اللي عنده أخطاء كتيرة ما زالت عنده أخطاء كتيرة ولكن مبارح داخل لجنة الحكام قال لهم كده قال لهم فيه اختبار اتعامل وأنا مش موجود ومش هاعترف بناتكته قادي أول طريق الإصلاح الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها سيبه رجل يشتغل سيبه بريلا هذا الرجل البرتغالي يشتغل حتى لو عنده أخطاء حتى الآن احنا بنطلع نتكلم عليها ولكن لما بيعمل حاجة حلوة ما احنا بنطلع نقول له انه بيعمل حاجة حلوة سيبه يشتغل بطريقته وبعدالة حقيقية عشان يحصل تطوير حقيقي مش احتواء وروح بروتوكول مش عايزين نرجع بين المناسبة أكتر فريق ضر في هذا الأمر هو النادي الأهلي أكتر فريق ضر هو النادي الأهلي بريرة كان شايف ان فيه اتنين حكام كانت لهم أخطاء في الجولة اللي فاتت من الدوري قرر إيقافهم لمدة أربع جولات أربع جولات واحد منهم خالف اللايحة واتكلم في الإعلام عمل ايه قرر معاقبته اتكلم في الإعلام وده غلط فقرر معاقبته السنة اللي فاتت أو اللي قبلها بعد مباراة الأهلي والزمالك خمسة تلاتة كابتن محمد عادل طلع في التليفون برعاية رئيس لجنة الحكام وكابتن يا صام عبد الفتاح ساعتها فكان عامل المداخلة هو أعجبه يعني أنا ما شفتش الحقيقة هذا الكلام الثواب والعقاب بهذا الشكل هو بداية مباشرة لبريرة في إدارة لجنة الحكام أنا بس حبيت إن أنا أقول لحضراتكم هذا الموضوع علشان تبقوا حضراتكم عارفين إيه اللي بيحصل إذا كان هناك شيء